اعلنت وزارة الصحة ان مجموعة من تلقى الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ حتى ليلة امس الاحد 417364 شخصا فيما حصل 235872 شخصا على الجرعة الثانية من التطعيم هذا وتسير الحملة الوطنية للتطعيم بحسب ما هو مخطط لها بتوفير تطعيم الآمن لفيروس كورونا واتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين تعزيزا لخطط الامن الصحي في مواجهة الفيروس وكان الفريق الوطني الطبي قد جدد التأكيد على اهمية اخذ التطعيم للفئات الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس وحث فئة كبار السن والحوامل والمرضعات وذوي الامراض المزمنة على المبادرة لأخذ التطعيم حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع ترجمة نانسي قنقر